السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله وبعد ايها الاحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه وصفهم في التوراة والانجيل يقول ربنا عز وجل في سورة الفتح بعد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم منتر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هذه الآيات المبينات هي جاءت في خواتم سورة الفتح وسمى الله تعالى هذه السورة بالفتح قبل أن يكون الفتح الحقيقي لمكة المكرمة هذه الآيات تبين وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف من معه من المؤمنين خصوصا ما جاء من ذكر عظيم في التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام وفي الانجيل الذي أنزل على سيدنا عيسى بن مريم تصفهم بأوصاف عظيمة مباركة ومنهم من قال بأن هؤلاء المذكرون هم الصحابة الذين عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار والمهاجرين ومنهم من قال بأنه يشمل كل أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مر الزمن إلى قيام الساعة محمد رسول الله والذين معه الذين معه لا يقتصر على الصحابة من الأنصار والمهاجرين بل يشمل كل المؤمنين والمؤمنات إلى قيام الساعة ممن ينصرون السنة النبوية الشريفة ويمشون على هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وطبعا الصحابة هم أعظم وأولى الأتباع لأن الله تعالى اختارهم لرفقة النبي الكريم فخيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لو أنفقنا كل أموالنا ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه كما أخبر عنهم الصادق المسدوق والصحابة أيضا هم الجيل القرآني الفريد الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم فكان كالمتعاهد للبذور تنبت وتشتد برعاية وإتقان وهذه الصورة تصف المؤمنين والمؤمنات وتعيدهم بأجر عظيم تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتأمل في مضامين هذه الصورة ونستنبط منها العبر والعضات وعلى ضوئها نفهم واقعنا المعاصر ونفهم سراع الأجيال في مطلعها يقول ربنا عز وجل محمد رسول الله والذين معه هذه نزلت لما رفض قريش في صلح الحديبية رفضوا كتابة محمد رسول الله تعلمون جميعا أنه وقع اتفاق وهدنا بعد حرب طويلة مع قريش جيش الرحمن مع جيوش الشيطان التقت ولما اشتد وطيس المعركة بعد مدة اتفق على هدنة هذه الهدنة يكون فيها التأمين للطعام والشراب ومرور القوافل فلما أرادوا أن يكتبوا الهدنة سيدنا النبي قال اكتبوا من محمد رسول الله فاعترض صناديد قريش وقالوا لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حاربناك ثم أمره بأن يمحو رسول الله يمحوها فمحها النبي صلى الله عليه وسلم من الورقة وبعدها ربنا أنزل صورة كاملة هي صورة الفتح وأتبت فيها كتابة محمد رسول الله قرآنا يتلى إلى يوم القيمة محمد رسول الله والذين معه الذين معه قيلهم أصحابه من الأنصار والمهاجرين لأنهم كانوا بأكمل الصفات وأجل الأحوال وهؤلاء جمعوا بين الشيء ونقيضه جمعوا بين الشدة والرحمة بين الشدة والرحمة لذا ربنا قال الشداء على الكفار رحماء بينهم أي أنهم لما يكونون في الصراع مع جيوش الشيطان يكونوا أقوياء يكونوا شجعان يكونوا متقدمون يكونون جادون وساعون إلى ذلك بغية الجهد فلما يكون هناك القتال والحرب لا تجدهم ضعفاء بل لا تجد منهم إلا الشدة والغلضة لهذا انكسر الأعداء أمامهم وقهرهم المسلمون هذا معنى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار روح ماء بينهم أي أنهم لما يكونون في مجتمعهم يكونون مترحمين متعاطفين متحابين يكونون كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه لهذا صلى الله عليه وسلم قال مواصفا مشهد العلاقة بين المؤمنين قال مثل المؤمنين في تودهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمع فمن أوصاف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لما يكونون في مواجهة جيوش الشيطان يكونون أقوياء شداء ولما يكونون يتعملون فيما بينهم يكونون رحماء المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هكذا قال النبي الكريم وشبك بين أصابعه لهذا يجب والمفروض أن تكون العلاقة ما بين المؤمنين تكون علاقة محبة ومودة وألفة أنهم يكونون في مجتمعين لا يتخصمون ولا يتنزعون المؤمن هو له أكثر من طبع فهو طبعه المؤمن قد يكون تراه مرة شديدا ومرة تراه رحيما يتغير تبعا للتكليف الذي يأتيه من ربه فهو مع الأعداء تجده قويا شديدا ومع إخوانه المؤمنين يكون رحيما شفيقا بهم المؤمن المؤمن مهما تكدر صف علاقة بأخيه يبقى قلبه رحيم لهذا من العيب أن نرى بين المسلمين حروب أو نرى بينهم نزاعات أو نرى بينهم خصومات المفروض بين أبناء الأمة الإسلامية أفرادا ومجتمعات وشعوبا وحكومات ومنظمات ينبغي كلهم أن يتصفوا بهذه الصفة إذا كانوا فعلا من أتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونوا رحماء فيما بينهم أما لما يكونون في مواجهة الآخر الذي يريد أن يهدم أركان الدين يكون أشداء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا فالنبي الكريم هو أصلا بعث رحمة للعالمين ومن هذه الرحمة أنه كان شديد للكافرين لماذا؟ لأن هذه الشدة هي فيها رحمة لأنها تمنع من استمرار الاعتداء والعدوان والقتال واستنزاف الجهد وزعزعة الأم القوة لما يكون المؤمن قويا وشديدا في الحق فإن الآخر لا يستطيع أن يعتدي عليه ولا يفكر في أن يقتحم دياره ولهذا يقال بأن القوي يكون مهاب الجانب وربنا سبحانه وتعالى وصف نبيه والرسالة المحمدية بأن في جوهرها هي أصلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وربنا سبحانه وتعالى أمر بأن يكون المؤمنون محافظين على هذه التنائية أن تكون رحيما فيما بينكم وإذا كان هناك أعداء خارجيين تكونون أقوياء وأشداء ولهذا ربنا قال يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لئم فوصف الله تعالى المؤمنين الصادقين أنهم متمسكين بدينهم ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين حينما يتعاملون مع إخوانهم في الإيمان يكونون أذلة لا يتكلمون لا على الكرامة ولا على العزة ولا على المصلحة هم أذلة لكنهم لما يتكلمون مع المخالفين لهم في المعتقد يكونون أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هذه هي معاملة محمد رسول الله ومن معه معاملتهم مع الخلق أما معاملتهم مع الخالق ما هي وصفهم الله تعالى فقال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود يعني لما تكلم ربنا عز وجل عن صفات المؤمنين مع الخلق ومعاملتهم مع الناس تكلم عن صفاتهم ومعاملتهم مع الخالق كيف تراهم لا تراهم يرقصون ولا تراهم يبحثون عن أمور فيها تفاهى وإنما جل أوقاتهم بعد العمل تراهم ركعا سجدا وصفهم الله تعالى بكثرة الصلاة وكثرة السجود والركوع يبتغون فضلا من الله ورضوانا أي يبتغون بتلك العبادة بلوغ رضا الرحمن والوصول إلى ثوابه معظم أوقات أتباع محمد تراهم في مناجات الخالق بعد أن يفرغوا من أعمالهم ويفرغوا من مشاغلهم يتوجهون إلى عبادة ربهم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ربنا عز وجل أشاد بهم وامتدحهم ووصفهم بكثرة الصلاة لأنها خير الأعمال ووصفهم بالإخلاص فيها والاحتساب عند الله تعالى وربنا سبحانه وتعالى وصف بأنه سوف يعطيهم الجنة جزاؤهم الجنة ورضاه هو الأكبر من الجنة ورضوان من الله أكبر لأن الناس المؤمنون في الأول يطمعون في دخول الجنة فإذا ما وصلوا إليها طمحت نفوسهم إلى ما هو أعلى من الجنة ما هو الشيء الذي هو أعلى من الجنة هو رضوان الله ورضوان من الله أكبر يبتغون فضلا من الله ورضوانا لأن يحكى بأن المؤمنين لما يدخلون إلى الجنة ويرون فيها النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تتوق أنفسهم إلى المزيد وربنا يعطيهم المزيد المزيد حتى يصلوا إلى مرتبة ليس بعدها مزيد ما هي هذه المرتبة هي رضوان من الله أكبر رؤية الله تعالى والاستئناس به سبحانه وتعالى يصفهم المودع عز وجل فيقول سيماهم في وجوههم من آثر السجود من صفات أتباع محمد أن في وجوههم هناك سمع من آثر السجود الأثر الأثر لا يكون إلا إذا كان الشيء يتتابع وكان طول المدة فالسجود الطويل يترك آثرا وقد أترت العبادة من كثرة كثرتها وحسنها أترت في وجوههم حتى استنارت هذه الوجوه ولما استنارت بواطنهم بالصلاة استنارت ظواهرهم بالجلال بعض العلماء قالوا ما معنى سيماهم في وجوههم من أثر السجود البعض قال وأثروا التراب على الجباه لأنهم لا يسجدون على الأثواب وإنما يسجدون على التراب ومنهم من قال المقصود من سيماهم في وجوههم من أثر السجود قالوا هو نور وبياض في وجوههم يوم القيامة يعرفون بأنهم كانوا ساجدون في الدنيا يوم القيامة الناس يبعثون فالذين هم أكثر سجودا ترى فيهم أنوار نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فيدخلون الجنة دون ازدحام وقيل بأن وجوههم هي فيها صفرة من شدة السهر لأن الذي يقوم الليل ولا يأخذ قسطه من النوم تجد في وجه صفرة إذا رأيتهم حسبتهم مرضى وما هم بمرضى وقيل هذا السجود هو نور يعطيه الله تعالى من كترت صلاته في الليل حسن وجهه بالنهر لأنه الحسن نورا في القلب وضياء في الوجه وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس والإمام بعض الآئمة معروفين كانوا شديد العبادة منهم الإمام زيد العبدين وعلي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم كانوا يرون بين الناس عندهم تفنات كتفنات البعير الجباه ديالهم بحل الركبة ديال البعير ديال الجمل من كترة السجود أنهم يشجدون لله تعالى حتى وقع لهم في جباههم حفرة من شدة السجود وذلك فيه أجر وثواب عظيم لأن هناك لدة في الرؤية فإنحناء الراكعين وخضوع الساجدين معناه هو وصول إلى مدارك إياك نعبد وإياك نستعين والصحابة رضي الله عنهم قد خلصت نيتهم فكانوا هكذا بهذه الصورة كانوا كثيري النور وكثيري العبادة قال ربنا عز وجل ذلك مثلهم في التورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة التوراة هو الكتاب المقدس المنزل على نبي الله الكليم سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل بالتوراة وأحبار اليهود يعلمون علم اليقين أوصاف محمد رسول الله ومن معه فإذا سألت الأحبار الصادقين الأحبار المخلصين من اليهود عن أوصاف النبي المنتظر وعن أتباعه من المؤمنين سيقولون لك بأن صفاتهم المذكورة في التوراة هي هذه أنهم أقوياء وأنهم فيما بينهم رحماء وأنهم على الأعداء الشداء وأنهم لم يفرغون من العمل يتوجهون للعبادة تراهم ركعاً سجداً وغايتهم ليست الدنيا ولا المناصب ولا الكراسي وإنما يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وأبرز سمة تظهر عليهم أن جبههم فيها أثراً عميقاً من شدة السجود هكذا وصفهم الله تعالى في التوراة وفي ذلك فيها فيها إشارة إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم كلهم مزكون ربون زكاهم زكاهم الله تعالى من فوق سبع سماوات لأن هناك بعض الطوائف الدينية سوف تطعن في الصحابة قال الروافض وكالشيعة وغيرهم سوف يسبون الصحابة وسوف يذكرونهم بالسوء وهذه لها عوامل سياسية وظروفة يعني صعب أن نشرحها الآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم حضرنا من أن نسيء إلى الصحابة وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه هذه تسمى بالفتنة الكبرى التي وقعت في فترة زمانية من التاريخ وقع الصراع ما بين المسلمين فيما بينهم وقد كانت أسباب خارجية كان هناك أعداء قاموا بالتحريش وقاموا بزرع الفتنة بين المسلمين ليتفرقوا ويتصارعوا ومن ثم بعضهم صار يسبوا الصحابة لكن الله تعالى من فوق سبع سماوات أشاد بهم وأعزهم وقال محمد رسول الله والذين معه هذه تزكية لكل الصحابة بالمستثناء هذا مثلهم في التوراة أما في الإنجيل فهو وصف آخر الإنجيل هو الكتاب المقدس المنزل على سيدنا عيسى ابن مريم أنزله الله تعالى على النصارى على المسيحيين الذي يقرأ الإنجيل إذا سألت الرهبان الأخيار الرهبان الصادقين عن أوصاف محمد ومن معه في الإنجيل سيقول لك بأنهم قد ذكروا بوصف عظيم ووصف جليل ربنا قال فيهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيض بهم الكفار أي أنهم كانوا في أعمالهم وتعاونهم كزرع أخرجت أو فآزره أي أخرج أفراخه فوزرته أفراخه في التباتي والاستواء فاستغلض ذلك الزرع أي قوية وغلضة فاستوى أي قوية واستقام على سوقه يعني جمع ساقم أي أصوله والمراد أنه قوي وقام على قطبانه يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله هذا هو مثل أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنجيل قيل إنه سيخرج قوم ينبتون نبت الزرع هناك قوم من أتباع محمد في كل زمان يخرج أقوام أقوياء أشداء رحماء وعابدون ساجدون وفي جميع الصفات الحسنة سيخرج قوم ينبتون نبت الزرع منهم قوم يأمرون بالمعروف ومنهم قوم ينهون عن المنكر ومنهم قوم يدعون إلى الله ومنهم قوم يرفعون لواء الدين وهذه الأوصاف جاءت في الإنجيل وهكذا الصحابة أيضا كانوا كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه هذا المثل ضربه الله تعالى لأصحاب سيدنا محمد في الإنجيل أنهم يكونون قليلا ثم يزدادون ويكترون أمة لا إله إلا الله تكون قليلا ثم تتكاتر بسرعة قيل كزرع قالوا هو محمد أخرج شطأه أبو بكر فآزره عمر فاستغلض بعثمان فاستوى على سوقه الإسلام علي بن أبي طالب استقام الإسلام بسيفه يعجب الزرع قاله مؤمنون ليغيض بهم الكافرون قول عمر لأهل مكة بعد أن أسلم لا تعبد الله سرا بعد اليوم لأن سيدنا عمر لما أسلم وكان قويا رفع سيفه وقال للمسلمين لا تعبد الله سرا بعد اليوم بمعنى العزة والمقام العلي دون الذلة وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه محمد رسول الله والذين معه لما قال ليغيظ بهم الكفار يرون اجتماعهم ويرون قوتهم ويرون تراحم بينهم وشدتهم في المعارك ليغيظ بهم الكفار فإذا أردت أن تعيش دون أن تغضب أحدا وأردت أن تكون هكذا لابد أنك تحاول أنك تتأسى بأوصاف هؤلاء الصالحين الذين وعدهم الله بوعد عظيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظمة فالصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها هو وقاية شرور الدنيا والبحث عن الأجر في الدار الآخرة فطوبى لمن تشبه بما نعت به الله تعالى نبيه وأصحابه طوبى لمن عندهم هذه الصفة المطلوب مننا أيها الأحباب الكرام نحن في عصرنا هذا أننا نتأسى بمحمد رسول الله ومن معه فمن معه بعض العلماء قالوا هو غير مقتصر على الصحابة من الأنصار والمهاجرين بل من معه كل زمان وفي جميع بقاع العالم كل من يلتزم بالدين ويرفع لواء الإيمان ويسير على منهج سنة النبي المصطفى فهو مع رسول الله محمد رسول الله علينا أن نتأسى بذلك فنكون لكي نكون أشهد دال الكفار روحة ما بيننا ما دعنا أن نفعل أن نكون ركعا سجدا أننا نجتهد في الركوع ونجتهد في السجود حتى نكون هكذا تأملوا كيف بدأ الله بالتنائع عليهم بأخلاقهم أبل عبادتهم ربنا أتنع عليهم بالأخلاق ومن معه أشهد دال الكفار عطق العبادة هذا تأكيد على أهمية الرحمة وحسن الخلق من أراد أن يكون رحيم عليه أن يكون كثير العبادة وكثير الطعام ولهذا سيدنا النبي كان يقول للصحابة أن يرددوا اللهم أعنى على كثرة الركوع والسجود فما أكرم الوصف وما أكرم الغاية ويا سعد من اقتدى من اقتدى بأصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزعلنا منهم وقد فتم قوله بقوله عز وجل وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة الموعود ما هو أن الله تعالى يغفر جميع الذنوب والخطايا والمعاصي ووعدهم بالأجر العظيم وهذا الأجر العظيم عزة في الدنيا وكرامة في الآخرة وفوز برضى الرحمن جل علاه نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين إنه سميع قريب مجيب السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة